بمشاركة 52 شركة من مختلف التخصصات في المجال الهندسي والصناعي افتتح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني النسخة السادسة من معرض الآليات الهندسية الذي يقدم أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في مجال صناعة المباني 52 شركة تستعرض أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في مجال صناعة المباني وذلك في النسخة السادسة من معرض الآليات الهندسية وقد تنوعت المعروضات التي طرحتها الشركات في المعرض بدءا من أجهزة التكييف والإنارة وصولا إلى الأجهزة الكهربائية والتي تم تصميمها لتكون الأدات الأمثلة لتوفير الطاقة المعروضات من الأدوات من أجهزة التكييف إلى أجهزة الإنارة إلى أجهزة الكهربائية والميكانيكية هناك تحول كبير وتطور كبير في هذه الأجهزة خاصة الاتجاه إلى الطاقة البديلة وترشيد الطاقة المعروضات التي طلعنا عليها اليوم سوف يستفيد منها الأخوة والأخوات المهندسين والمهندسات في الوزارة وأيضا في المؤسسات في القطاع الخاص كل هذه المعروضات في هذا المعرض سيكون صدى في تطوير صناعة البناء المعروضات في هذا المعرض لم تخل من الصناعات البحرينية حيث قدمت الشركات المشاركة فيها أحدث التقنيات التي تعمل بالطاقة الشمسية ودورها الأبرز في الحفاظ على البيئة المعرض هو معرض الآليات الهندسية يمثل فرصة فريدة للبحرينيين للمشاركة وخصوصا الشركات الصغيرة المتوسطة طبعا نحن في هذا المجال في هذا الاستان تحت مظلة جمعية البحرين المؤسسات الصغيرة المتوسطة وهذا المعرض أطاع لنا الفرصة لنا والجمعية لعرض ما عندنا من قدرات بحرينية للدخول للسوق البحرينية وتطوير السوق البحرينية ووصول لرؤية 2013 إن شاء الله من جانب آخر فإن استمرارية هذا المعرض قد ساهمت في دعم الاقتصاد وخدمته بشكل كبير كما فتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر للولوج إلى السوق والكشف عن إمكانياتها المتقدمة في هذا المجال البحرين عندها نقص بالاستصدير عندنا اتفاقيات دولية مثل اتفاق مع أمريكا نتمنى أن هذه المؤسسات الصغيرة أو المصانع الصغيرة تستفيد للترويج لبضايحها هذه فرصة دهبية للقطاع الصغير أنه شلون يوسع ويصدر بضايحها تحت هذه المعارض وليس فقط معارض البحرين نتمنى حتى نشارك معارض خارج البحرين للاستفادة بأكبر عدد من صغار التجارة والمصانع الصغيرة لتقويتها معرض الآليات الهندسية أكد على أهمية التحول إلى الطاقة البديلة وترشيد الطاقة فضلا عن أنها تساهم وبشكل مباشر في تطوير صناعة البناء في البحرين ترجمة نانسي قنقر